كوني أنا رئيس لجنة تطبيق أحكام ميثاق شرف المهنة اليوم نتابع بجدية حول شكاوي التي تصدر على المحامين من قبل الموكلين ونساهم إحنا كلجنة اليوم أن نوع المحامين بقانون تنظيمنات المحامة وبقانون ميثاق شرف المهنة اليوم فيها مسائلة من قبل جمعية المحام الكويتية من قبل لجنتنا اليوم نوصل توصياتنا لرئيس جمعية المحام الكويتية اليوم الإعلانات التي تطلع من قبل السادة المحامين ببعض الأحكام من بعض السادة المحامين التي تطلع المغلوطة أو أن تكون بسبب أنه دعاية إعلانية لمكتب محامية أو معين هذا كلها مخالف لقانون تنظيمنات المحامة وهي مخالفة لميثاق شرف المهنة على المحامين كافة المحامين الالتزام بميثاق شرف المهنة وما تؤتي من توصيات من جمعية المحام الكويتية هذه كلها تنصب لقبة جمعية المحام الكويتية ولمصلحة المحامين والمحاميات بنفسهم اليوم في لجنة موجودة مكونة من خمسة أعضاء ورئيس هذه تتابع كل محامي يخالف قانون تنظيم المهنة وكل من يخالف قانون شرف مهنة المحامة الكويتية لا تعرض نفسك وفق المسائلة القانونية وفق المادة 35 من 36 من قانون تنظيم المهنة المحامة اليوم أنت محامي اليوم نزل أحكامك ما نقول لا تنزل بس بأكاونتك باستثنائك الأكاونتك الخاص لا تطلع لي في أكاونتات الأخبارية لا تحط رقم تلفونك لا تحط بياناتك حط اسمك كمحامي فلان فلاني ووع العالم بتوعية سليمة الصحيحة ولا نحرض أي ناس في العامة اليوم لدورنا دور التوعية القانونية السليمة الصحيحة لنصل إلى بر أمان ونصل بفكرة سليمة جديدة حلوة بقواعد قانونية لإستفيد منها المجتمع الكويتي يعطيكم الصحة والعافية